ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب لغات والمدارس اللغات وأبناء الأظهر الشريف وأولياء أمورهم الكرام المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم انجلش فور يو أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم انجلش فور يو بازلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منها Connect 5 للصف الخامس الابتدائي وصلنا مع بعض وده آخر لسل في اليونت طبعا احنا كنا شرحنا لسل 1 و شرحنا لسل 2 لسل 3 و 4 ملغيين أو للاطلاع فقط ودلوقتي وصلنا لآخر درس من دروس يونت 9 هو لسل 5 و 6 في الدرس بتاع النهاردة هنعرف معلومات عن حيوان جديد حيوان مش عادي Unusual Animal ما سمعناش عنه قبل كده أو كتير مننا ما يعرفوش وهو حيوان الدو جانج الدو جانج دا اللي هو سيكاو اللي بنسميه حيوان بقرة البحر هنعرف معلومات عنه وكمان هنتعلم مع بعض في السيشن بتاع النهاردة ازاي نكتب الإيميل لو لسه مشتركتش معايا لحد دلوقتي أو أول مرة تشوفني أو ما تعرفنيش فأنا منارة العلمي انجليش فوريو قناة على اليوتيوب بشرح مناهج لغة انجليزية تيسيرا على الطلاب في توصيل معلومة بسيطة سهلة ليهم وتيسيرا على أولياء الأمور عشان أشن من عليهم عبء الدروس الخصوصية لو حابب أن انت تشترك معايا في القناة فالاشتراك في القناة بالمجان تماما هي زكاة علم تدخل على تطبيق اليوتيوب هتكتب في شريط البحث منارة العلم بالعربي انجليش فوريو بالانجليزي هتفتح معاك القناة تحت أي فيديو هتلاقي زرار أحمر الزرار مكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك دوس على الزرار الأحمر يبقى أنت كده اشتركت معايا فعل الجرس على الكل عشان كل منازل فيديو وصلك إشعار أن فيه فيديو نزل وتدخل وتتابع معايا بعد كده هتدخل على البلاي لست بتاع القناة قائمة التشغيل وتجيب القائمة الخاصة بالصف الدراسي بتاعت أنا شرحها على القناة منهى Connect 4 للصف الرابع الابتدائي منهى Connect 5 للصف الخامس الابتدائي وكمان منهى جنيوها لو للصف الأول الإعدادي وكمان القناة عليها مساعدة في حل أسئلة الترجمة وكتابة البراجراف وكيفية حل القطعة للمرحلة السنوية وكورس جرامر مكسف أي حد عايز حاجة من الحاجات دي هيشترك معنا ويدخل على قائمة التشغيل ويختار الحاجة اللي هو عايزة من قائمة التشغيل أي حد محتاج أي حاجة اكتب لي كومنت تحت الفيديو بالحاجة اللي انت محتاجها أو رسلني عن رسائل صفحة منارة العلم انجليش فوريو على الفيسبوك ما تنساش ان احنا رفعين شعار ساعد تؤجر احنا بنساعدكم عشان ربنا يساعدنا انتوا كمان ساعدوا أي حد عايز المساعدة عشان صدقة العلم تفضل يعني مستمرة ما تقفش عند حد فينا أي حد يستفاد من الفيديو ويلاقي فعلا ان الفيديو ده فهمه وان هو خلاص مش بحتاج درس خصوصي يحاول هو كمان ينشر الفيديو يعرف غيره بالقناة ان هم يخشوا ويشتركوا معنا أي حد من اصحابك من قريبك من معارفك عايز شرح مناهج رغة انجليزية بالمجان تماما خليه يدخل ويشترك معنا وما تنساش اللايك بتاعك اخر الفيديو لو عجبك الفيديو لان اللايك بتاعك ده هو تأديرك ليا هو اللي انت بتقول لي به سانكيو ان انت تعبت وفهمتنا فمن فضلك ما تستخصرش فيها اللايك لو فهمت ان الفيديو وحسيت ان الفيديو مفيديك حطنا اللايك اخر الفيديو لان اللايك ده هو اللي بيسبب ان الفيديو يا لو بالتالي تجيله مشاهدات اكتر فبالتالي نفرح ان احنا العمل بتاعنا وصل لأكبر قدر ممكن من الطلبة والطالبات انهم يشاهدون شكرا لكم يلا نبدأ مع بعض ونقول سبحانك لا علم لنا انما عنامتنا انك انت علام الغيوب واللهم لا سهل انما جعلته سهل وانت ستجل علينا كله صعب سهل بإذن الله وهنبدأ مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم ناخد الفوكابلوري بتاع الدرس زي ما اتفقنا الدرس النهاردة هيعرفنا عن حيوان غير عادي حيوان مش كتير سمعنا عنه وهو حيوان الدوجانج الدوجانج ده اللي هو السيكاو اللي هو بقرة البح هناخد دلوقتي مجموعة من الفوكابلوري اللي هتساعدني عشان نفهم التكست اللي بيشرح لنا فيه معلومات عن الدوجانج أو سيكاو اول كلمة عندي هي كلمة الدوجانج الدوجانج اللي هو بنسميه حيوان القطوم او بنقول عليه بقرة البحر وزي ما انت شايف كده انا حطالك هنا عن غلاف هو شكله عشان تبقي عالي في شكله طبعا احنا عارفين شكل كلب البحر هو حاجة كده قريبة من كلب البحر ولكن اسمه حيوان القطوم او حيوان بقرة البحر اللي هو النكمن بتاعه بنقول عليه سيكاو انما اسمه بنقول عليه دوجانج دوجانج اللي هو حيوان بقرة البحر طبعا هو بيعيش في قاع البحر فقاع البحر يعني سي بد اللي هو قاع البحر طب احنا عارفين سي اللي هو البحر وبد اللي هو سرير لما تيجي الكلمة على بعضي هنقول سي بد يبقى قاع البحر يعني غير عادي استثنائي مش تقريدي يبقى an usual غير عادي nickname يعني اللقب أو بنسميه اسم الدلع يعني nickname بنقول عليه اللقب أو اسم الدلع seekow هو نفسه حيوان القطوم أو بقرة البحر يبقى بقرة البحر بنقول عليها doconc أو بنقول عليها seekow grasslands habitat اللي هي البيئة العشبية طبعا احنا عارفين grasslands اللي هي العشب أو الأرض اللي فيها أعشاب لما نقول grasslands بالبيع العشبية شارت اللي هو رسم توضيحي إيميل اللي هي رسالة البريد الإلكتروني بنقول عليها إيميل بولر اللي هو كودبي كيوت يعني جزابي يعني لطيف يعني شكله نايس شكله حلو كلة هنا بتساوي نايس هيدينج اللي هي العنوين الرئيسية هيدينج اللي هي العنوين الرئيسية Team اللي هو الفريق Team اللي هو الفريق Favorite اللي هو المفضل Favorite مفضل Lovely يعني محبوب وجميل Lovely محبوب وجميل Grass يعني عجب Grass يعني عجب Infographic يعني رسم بياني توضيحي عن المعنومات جاية من Information معنومات و Graphic يعني رسم توضيحي فاحنا اخدنا اول جزء من Information اللي هو Info وحطنا مع Graphic بياني توضيحي عن المعنومات يعني رسم بياني توضيحي عن المعنومات طيب عندنا هنا تصريف للأفعال وطبعا احنا خلاص عرفنا ان احنا في اللغة الإنجليزية عندنا نوعين من الأفعال Regular Verbs والIrregular Verbs Regular Verbs أفعال عادية أفعال لها قاعدة بمشي عليها أفعال منتظمة وIrregular Verbs اللي هي الأفعال الغير عادية أو الأفعال الشزة يعني ملهاش قاعدة بمشي عليها بحفظها زي ما هي لأن كل فعل بيه تصريف مختلف عن الفعل التاني طيب Regular Verbs اللي هو الفعل المنتظم أو الفعل العادي القاعدة بتقول لي إن أي فعل عشان أجيب منه الماضي أحط له في الآخر l-ed طيب لو الفعل ده كان منتهي بإيه هحط له دي بس طيب لو الفعل ده منتهي بY هفرق ما بين حالتين ال-YD هبص للحرف اللي قابليها الحرف اللي قابل ال-Y إيه لو الحرف اللي قابل ال-Y حرف ساكن يبقى ساعتها ال-Y دي هقلبها تبقى I-E-D أما الحرف اللي قابل ال-Y لو حرف متحرك يبقى هخلي ال-Y زي ما هي وحط له في التصريف الثاني ال-E-D طيب يا ميس استني أنت عملا تقولي حرف ساكن وحرف متحرك يعني إيه الحرف الساكن ويعني إيه الحرف المتحرك جميع حروف اللغة الإنجليزية هي حروف سكنة معدى خمس حروف هما الحروف المتحركة أو هما اللي بسميهم حروف الفاولز طيب إيه هي الحروف الفاولز دي اللي هي ال-A ال-I ال-E ال-O ال-U طيب ليه سمتها حروف متحركة لأنها حروف بتعملي sound بتعملي زي الفتحة والكسرة وتضمة في اللغة العربية أو زي المادة زي الألف واليا والواو يعني الحروف دي بتديني sound بتاع A E U طيب اديني مثال يا ميس كلمة play play ال-Y قبليها A ال-A ده حرف فاول لما أجي أجيب الباست من play هخلي ال-Y زي ما هي وحط لها E-D تبقى played طيب أملا إيه هي الحروف الساكنة قلنا جميعا الحروف بتاعت اللغة الإنجليزية هي حروف ساكنة معدى الخمس حروف اللي احنا اتفقنا عليهم طيب عايزين ناخد مثال كده verb بيكون قبلي ال-Y حرف ساكن زي كلمة study ال-Y قبليها D ودي حرف ساكن زي كلمة cry ال-Y قبليها R وال-R حرف ساكن زي كلمة try ال-Y قبليها R وال-R حرف ساكن يبقى لما بيجي ال-verb قبلي ال-Y حرف ساكن ساعتها عشان يجيب الماضي هقلب ال-Y دي أخليها I وبعدين أحط لها E-D طيب لو الفعل عندي انتهى بأي حرف ساكن بس قبلي الحرف الساكن ده معدل-Y طبعا بس قبلي حرف الساكن ده حرف فاول ساعتها بعمل إيه ساعتها بضاعف الحرف الأخير قبلي ما بحط ال-E دي ودي قاعدة الحروف أو الأفعال المنتظمة تمام طبعا احنا كل فيديو بنكرر معانا القاعدة دي لأن زي ما اتفقنا الجرامرش ده هو الأساس اللي احنا بنبني عليه وإحنا بناخد step by step كل فيديو بيديني هنا مجموعة من الأفعال المفروض ان انا اكون خلاص عملت النوت بوك اللي اتفقنا عليها لما الأفعال اللي عندي ولما تصرفها عشان تصريف الأفعال دي بيفيدني في ان انا اكتب جملة صحيحة من حيث الجرامر بيفيدني وانا بكتب في البراجراف بتاعي لأن في البراجراف بتاعي أنا بيتحاسب على اللي هي علامات التلقيم بيتحاسب على الدكتيشن والسبلنج اللي هي الإملاء وبتحاسب على إن الجملة تكون صحيحة والجرامر اللي فيها يكون متصرف صح كمان لما هتجبر أكتر هتبص تلاقي في سؤال كده بيقولك ايه يعني صحح الكلمة اللي تحتها خط فهتلاقي إن هو جايب لك تصريف الفعل غلط وانت بتصححه فعشان كده لازم تبقى عالف تصريف الأفعال عشان كده ما تعديش تصريف الأفعال دي واحفظها ولمها معاك عشان ده أساس انت بتبني عليه بعد كده طيب هنا عندي أول فعل اللي هو يتحدث فعل عادي خالص لما يجيب منه الماضي هحط له إيه دي بقي طيب هوب يعني يأمل طيب هوب هنا أخرها إيه يبقى لما يجيب منها الماضي أحط لها دي تبقى هوب طيب الأفعال الشازة اللي اتفقنا منهاش قعدة بحفظها زي ما هي لأن كل فعل مختلف عن الفعل التاني في التصريف بتاعه زي كلمة سي يرى بقت سو زي كلمة سبند يقضي بقت سبنت زي كلمة لت اللي هو يترك بقت لت طيب احنا عندنا لت لت بوت بوت كت كت يعني فيه بعض الأفعال الشازة اللي بيكون الكتابة بتاعة الفعل في البريزنت نفسها زي الباست ولكن بعض الأفعال تانية بتكون نفس الكتابة ولكن النطق بتاعتها بتكون مختلف زي مثلا كلمة ريد يقرأ هتبقى ريد طيب تعالوا نشوف هنا بقى اللي هو التعبيرات وحروف الجر الهمة طبعا انا برضو بعرف التعبيرات الهمة دي عشان مهارة الـ speaking الـ talking ان انا لما اعمل dialogue لما اعمل حوار اشوف انا بجيب السؤال ازاي بجاوب على السؤال ازاي فالتعبيرات الهمة بتفيدني في النقطة دي والحروف الجر برضو عشان الـ grammar برضو وكتابة الـ paragraph وكتابة الجمل يبقى انا عارفة الحرف الجري اللي بيجي مع الكلمة ايه عشان يبقى الكتابة بتاعتي صحيحة هنا لما بقول hear بقول بعدها كلمة about hear about يعني يسمع عن hear about يعني يسمع عن اما بقول all the best يعني كل الخير لما قولك I hope you all the best يعني بتمنى لك كل الخير يبقى all the best يعني كل الخير from around the world يعني من جميع انحاء العالم from around the world يعني من جميع انحاء العالم لما قول expand on it يعني يتوسع فيه طبعا عندي كلمة expand الوحدة هذه معناها يتمدد حاجة بتتمدد فلما قول expand on it يعني يتوسع فيه see you soon يعني اراك قريبا دي تحية انا بكتبها في الخطبات لما ببعد خطاب لحد بكتبها في الايميل او انه مثلا see you soon او see you later يعني اراك قريبا يعني اتمنى رؤيتك في القريب العاجل just a quick note يعني مجرد ملاحظة سريعة just a quick note يعني مجرد ملاحظة سريعة write back يعني يرد على الرسالة حد بعت لي رسالة وانا هرد عليها فبقول write back يعني يرد على الرسالة اما اقول thanks for يعني شكرا على بشكرك على حاجة انت عملتها لي فقولك thanks for طيب تعالوا نشوف التكست معانا النهاردة التكست اللي معانا النهاردة هو على هيئة ايميل هنفهم مع بعض الكلام اللي فيه لان طبعا هو الكلام اللي فيه كقطعة ممكن تجيلي كقطعة reading او تجيلي كقطعة listening ويجيب لي عليها الاسئلة كقطعة listening يجيب لي عليها اسئلة true الفورس او يجيب لي عليها اسئلة complete وكقطعة reading هيجيب لي عليها اسئلة التشوز والاسئلة المقالية بتاعت answer the questions تمام فلازم ان انا افاهم المعلومات بتاعتها كمان ممكن ان هو يجيلي ويقول لي ان انا اكتب ايميل عن حيوان السيكاو ده اللي هو بقرة البحر او ممكن ان هو يجي يقول لي اكتبي براجراف فلازم اكون عارفة المعلومات اللي في الايميل ده وعارفة ترجمتها عشان ممكن اكتب منها براجراف او ممكن اكتب منها ايميل كمان لازم ابقى عارفة ازاي اكتب الايميل كل ده هنتعرفة فعليه مع بعض دلوقتي تعالوا نشوف كده هنا بيقول look listen and read انظر واستمع واقرأ الاول هناخد الموضوع كقطعة listening وبعد كده هنرجع لترجم ونشوف بيقول ايه from amir to tamir subject unusual animals dear tamir thanks for your email how are things it was really interesting to hear about the sports you like i love basketball and i play on a team once a week this week we are talking a lot about unusual animals at school we looked at animals from around the world and some from egypt my favorite unusual animal from egypt is the dugang can you see the photo i think it's got a lovely friendly face and it's very cute its nickname is the sea cow and it spends many hours eating grass from the seabed every day what about you what's your favorite unusual animal write back and let me know hope to hear from you soon amir طيب بعد ما سمعنا الإيميل كقطعة listening تعالى بقى نبتدي ناخده كقطعة ريد كده من ترجم طبعا بداية الإيميل في التكوين بتاعه بيكون مكتوب from اللي هو مين اللي بعته فهنا from amir معناها أن الأمير هو اللي بعت الإيميل بعد كده بيكتب to اللي هو مبعوث لمين يبقى to tamir يبقى from يعني من كذا إلى كذا يبقى أنا كده من الكلمتين دولة فهمت إن أمير اللي بعت الإيميل وبعته المين اللي بعته لتامر بعد كده بنتكلم عن subject اللي هو موضوع الإيميل بيبعت إيميل بيتتلم عن إيه هو بيتكلم هنا عن unusual animals اللي هي الحيوانات الغير عادية الحيوانات اللي ما سمعناش عنها قبل كده حيوانات اللي بالنسبة لنا تعتبر حيوانات غريبة بعد كده بداية الإيميل المفوض إن هو بيبدأ بالتحية فبيقول دير اللي هو عزيزي فلان طبعا دير هنا بيكتب جنبيها اسم المبعوض إليه يعني هنا دير وبشوف الاسم اللي فتوه وبحطه هنا دير تامر لأنه مبعوض لتامر فبيقوله عزيزي تامر بعد كده بيبتدي يقدم التحية يبتدي مثلا يسأله عن صحته عن حالته عن أهل بيته عن أسرته يعني يختار أي تحية يبتدي بيها هنا بيقوله thanks for your email بيشكره على الإيميل اللي هو بعتهوله لأن أمير كان تامر بعته الإيميل قبل كده وده بيرد على الإيميل اللي تامر بعتهوله فبيقوله thanks for your email يعني شكرا على الإيميل اللي انت بعته how are things إزاي أحوالك يعني يعني كيف حالك بقى والأمور كلها عاملة إيه وكده وبيقوله it was really interesting to hear about the sports you like يبقى في الأول بدأ بالتحية وبعد كده هيبتدي يخش بقى إيه يقول لنا عن الموضوع اللي هو عايز يتكلم فيه المين سوبجكت يعني فابتدى هنا بيقوله it was really interesting to hear about the sports you like يعني كنت مستمتع جدا ومبسوط إن أنا بسمع منك عن الرياضات اللي انت بتحبها I love basketball and I play on a team once a week طبعا أكيد هو سأله بقى لما هو كتاب له أنا بحب الرياضات كذا وكذا فأكيد سأله طب وإنت بالنسبة لك بتحب الرياضات إيه فهو بيرد عليه وبيقول له إنه هو بيحب البسكتبول كرة السلة وكمان and I play on a team once a week وإنه هو بيلعب في فريق مرة في الأسبوع وبعد كده بتدى بقى يخش في المين سوبجكت اللي هو الموضوع الأساسي اللي هو بقىت الإيميل عشان يقولك عليه فبيقول this week we are talking a lot about unusual animals at school بيقوله إن الأسبوع ده إحنا بنتكلم كتير عن الحيوانات الغير عادية اللي مش مشهورة يعني مش تقلودية ما سمعناش عنها قبل كده فبنتكلم عن unusual animals at school الحيوانات الغير عادية في المدرسة بيقول we looked at animals from around the world يعني بحصلة كده وجبنا حيوانات في كل العالم فبنشوف بقى الحيوانات الغريبة اللي موجودة في العالم اللي مش مشهولة اللي احنا ما نعرفهاش and some from Egypt ومنهم مصري يعني جابوا شوية حيوانات غريبة من مصر بيقوله بقى my favorite unusual animal from Egypt is the dugang بيقوله إن الحيوان المفضل بالنسبالي وهو حيوان غير تقليدي اللي من مصر هو الدوجانج أو السيكاو اللي هو حيوان القطوم أو بكرة البحر بيقوله can you see the photo على الصورة اللي هو بعتاله دي مع الإيميل بيقوله انت شايف الصورة بيقوله اللي هو very cute cute هنا بتسوي nice أو beautiful اللي هو معناه إنه هو جذاب ولطيف جدا وشكله حالو وبعد كده بيقوله its nickname اللي هو اللقب بتاعه واسم الدلع أو الاسم اللي هو مشهور به is the sea cow اللي هو بقرة البحر يبقى هو الاسم الغريب بتاعه اللي هو دوجانج ده مش معروف قوي إنما هو معروف أكتر باسم سيكاو اللي هو بقرة البحر وبعدين بيدي له معلومات عنه فبيقوله and it spends many hours eating grass from the seabed بيقوله إن هو بيستغرق وقت كتير بياكل فيه الحشائش من قاع البحر ليه وقت كتير حتى هو من اسمه بقرة بقرة يعني نحن عارفين حجم البقرة بيكون كبير وبتبقى قلبوزة فبالتالي بتاكل حشائش كتير فعشان كده هو قاله إنه بيستغرق وقت كتير عشان ياكل حشائش بيجيب الحشائش من إنه هو عايش في البحر بيجيبها من قاع البحر فسبحان الله اللي خلق المخلوقات كلها وجعل له كل مخلوق النظام بتاع الحياة بتاعه وجعل له الأكل متوفر في البيئة بتاعته فده زي ما فيه بقرة على البر فيه بقرة تاني في البحر وزي ما البقرة عماتا بيتغزى على الحشائش فالبقرة بتاعت البحر بتتغزى على الحشائش اللي موجودة في قاع البحر إن احنا عارفين إنه قاع البحر عامل زي الأرض بالزبط بيكون أرض فيها زرع وفيها كل حاجة فهم بيتغزوا على الحشائش من قاع البحر وبعدين بيقول what about you انت بقى عنك يعني احكيلي انت بتعمل ايه خدت ايه مثلا في المدرسة هل خدت حاجة عن الحيوانات الغلطة اقلدية دي وبيقوله what's your favorite unusual animal انت بالنسبة لك ايه هو اكتر حيوان مفضل بالنسبة لك ويكون حيوان استثنائي غير عادي مش مشهور ما سمعناش عنه يعني عايزه يحكي له هو كمان بيقوله write back and let me know بيقوله رد على الرسالة بتاعتي اكتب لي بقى الرد ويعرفني وبيقوله بعد كده hope to hear from you soon اتمنى ان انا اسمع منك يعني قريب او اشوفك قريب او كده طبعا دي التحية اللي انا بختم بيها ببعث له تحية يعني في بداية كلامي ببعث له تحية ازايك عامل ايه اخبارك طميني وفي نهاية كلامي بقوله اتمنى اني اراك قريبا اتمنى ان تكون بصحة جيدة كده يعني ببعث له برضو تحية في الخاتمة وبعدين بمضي اسمي اللي هو امير يبقى هنا جنب دير بكتب الاسم اللي هو ما بقعد لي في to وجنب الامضة تحت بكتب اللي هو الاسم اللي موجود فيه from يبقى ببساطة خارص عندي الايميل بيتكون من from وبعديها الاسم اللي بعت الايميل و to وبعديها الاسم اللي رايح له الايميل وبعدين subject اللي هو موضوع الايميل بكتب جنبيها الموضوع اللي انا هتكلم عليه اللي هو زي العنوان بتاع البراجراف بالظبط بيكون فيه main subject اللي هو موضوع اساسي ببعت الايميل عشانه هكتبه في subject بعد كده بكتب دير وبعديها اسم اللي رايح له الخطاب وبعدين ببتدي بافتتح بجملة افتتاحية بحيي فيها بقول له مثلا I hope you are in good health I hope everything is good I hope you are in the best way مثلا يعني ببعت له اي جملة افتتاحية كده وبعدين ببتدي اكلمه عن المين subject او المعلومة اللي انا عايز اقولها له وفي النهاية بكتب له برضو I hope to hear from you soon او see you later او see you soon اي حاجة فيها بما معناها يعني ان هو ايه منتظرك وباي باي وكده وفي الاخر بمضي اسمي يبق انا في بداية الايميل يجب ان انا بكتب كلمة from واكتب جمبيها اسم المرسل او عنوان المرسل يعني الايميل بتاعي مثلا وبعدين بكتب اعتها to وبكتب جمبيها اسم المرسل الي او عنوان المرسل اليочь игр وبعدين بكتب subject وجنبيها العنوان بتاعي العنوان انا هتكلم عن ايه وبعدين ببتدي اكتب dear اللي هو عزيزي واكتب جمبيها اسم الشخص experience بعت له الايميل اللي هو اسم المرسل اليه. وبعدين بابتدي بقى بكتابة الايميل بالسؤال عن حال عائلته يعني. ممكن مسلا اقول له هلو هاوريو. يعني مرحبا كيف حالك. اقول له كيف حال الاسرة. اقول له اتمنى ان انت تكون بخير. اتمنى ان انت صحتك تكون جيدة او على ما يرام. يعني ابدأ كده بتحيته والسؤال على اخبار واخبار عائلته. بعد كده هبتدي اكتب النص بتاع الايميل او السبجكت اللي انا داخل عشان اكلمه عليه. واقول له ايويل تليو اباوت او ايويل رايت اباوت. يعني انا بكتب عشان اقول لك على الموضوع الفلاني او بكتب لك عشان اعرفك عن الموضوع الفلاني. وبعد كده في نهاية الايميل بكتب له ايوش يو او اي هوب يو برضو بأمل ليه حاجة. يعني اي هوب يو اي حاجة يعني اي امنية انت بتتمنهان ان هو يصبح كويس. وبتكتب مثلا بعد كده best wishes او بتكتب with all my best يعني او with all my best wishes او goodbye او bye for now او see you soon او see you later او lots of love اللي هو يعني لك مثلا مزيد من من الحب والتحية والتقدير اي حاجة بتحيي بيها في الاخر في الخاتمة وبعدين بتبتدي تمضي وتكتب اسمك او اسم اللي هو باعت الايميل. تمام? طيب تعالوا ناخد مثلا كده آآ نموذج نشوف بنكتب فيه الايميل ازاي. هنا طبعا زي ما اتفقنا اللي هو خلاص how to write an email ازاي بكتب الايميل. اللي هو from وبكتب جنبيه البريد الالكتروني بتاع المرسل او الشخص اللي بيبعت الايميل. وبعدين to وبكتب البريد الالكتروني بتاع المرسل ايليه او الشخص اللي مبعوط له الايميل. وبعدين السبجكت اللي هو بيكون آآ عنوان الرسالة اللي راحة او عنوان الموضوع اللي انت هتتكلم عنه. بعد كده بتقول دير او هاي زائد اسم المرسل ايليه. اللي هو اسم الشخص اللي انت هتبعت له. وبعدين بتقدم بقى آآ التحية في الاول في الانترودكشن في المقدمة. وبعدين بتكتب المين بارت او المين سبجكت الموضوع الاساسي اللي انت بتتكلم عليه. وفي النهاية في الخاتمة تكتب see you soon, see you later. وبعدين آآ بتمضي التوقيع بتاعت باسمك او باسم اللي باعت الايميل. طيب ناخد نموذج مثلا احنا بيقول write an email of 30 to 40 words to your friend about your favorite animal. بيقول لي اكتب ايميل في حدود من 30 ل40 كلمة لصديقك عشان تحكي له فيها عن حيوانك المفضل. ومديني معلومات بيقول لي your email address is عنوانك انت. عنوان البريد الالكتروني بتاعك انت. انت اللي هتبعت عنوانك اهو is taricadgmail.com يعني انت العنوان بتاعك taricadgmail.com يعني انت اسمك طارق. وبعدين your friend's email address is mohsenadgmail.com وعنوان البريد الالكتروني للشخص اللي انت هتبعت له اسمه محسن. يبقى مهم جدا لما يقول لك your email address يبقى ده عنوانك انت. عنوان البريد الالكتروني بتاعك انت. يبقى انت اللي باعت يبقى from. وده هيبقى العنوان اللي جنبي from. ولما يقول لك your friends email address يبقى عنوان البريد الالكتروني بتاع صديقك. يبقى ده اللي رايح له البريد. يبقى جنبي تو على طول. تمام? ويبقى انا هنا عرفت ان ان اسمك طارق لان هو قال لي tarikadgmail.com وعرفت ان اللي باعت هو طارق واللي هيتبعت له هو محسن. تمام? وبعدين السبجكت العنوان الاساسي اللي هو your favorite animal ان انت هتكتب هنا اللي هو my favorite animal اللي هو هتتكلم عن حيوانك المفضل. تمام? يبقى from هكتب جنبيها tarikadgmail.com وتو هكتب جنبيها tarikadgmail.com والسبجكت هتبقى my favorite animal طيب تعالوا نشوف هنحلو مع بعض ازاي اهو زي ما اتفقنا. from كتبت جنبيها العنوان بتاع الايميل المبعوط هو اللي باعت مين باعت طارق يبقى هكتب طارق tarikadgmail.com طيب وتو هو رايح لمين رايح لمحسن يبقى tarikadgmail.com والسبجك زي ما اتفقنا اللي هو العنوان my favorite animal حيواني المفضل. وبعدين باكتب deer وجنبي deer باكتب الاسم اللي عند تو. يبقى دير محسن لان ده الشخص اللي مبعوط للايميل فبقول له عزيزي محسن هبدأ بقى باي مقدمة كده فهقول له مثلا I hope you are in good health بتمنى انت تكون بصحة جيدة. وبعدين هقول له I am writing to you to tell you about يبقى انا باكتب لك عشان اقول لك عن my favorite animal حيواني المفضل وبعدين بتختار حيوان بقى وتقول له معلومات عنه فهنا زي ما احنا واخدين من الدرس انت هتتكلم عن السي كاو اللي هي بقرة البحر فبتقول I like the sea cow انا بحب بقرة البحر. It lives in the sea هي بتعيش في البحر. It eats grass from the seabed. هي بتاكل الحشائش من كاع البحر. It has a lovely friendly face. هي عندها وجه يعني ودود صدوق جميل جدا. وبعدين في النهاية بقول له برضو جملة خاتمة زي مثلا see you later. زي see you soon. زي wish you all the best. زي buy for now. اي جملة من جملة الخاتمة. وبعدين بمضي اسمي او الاسم اللي باعت الايميل اللي هو طارق. تمام؟ يبقى جنب from بكتب عنوان الايميل اللي هيبعت. مين اللي هيبعت فهو قال لي عنوانك انت انت اللي هتبعت طارق. وبتو بكتب جنبها عنوان اللي رايح له. مين اللي رايح له. قال له your friend's email اللي هو محسن. والsubject هنا هكتب الموضوع. قال لي ان انا هتكلم عن favorite animal. بعديها dear زي اسم اللي انا هبعت له. بعديها جملة افتتاحية بتطمن بها على حاله زي مثلا I hope you are in good health. وممكن نحفظ الجملة دي عشان نبدأ بيها. بعديها جملة تمهيدية بقى للموضوع اللي انا هقوله. فبقوله I am writing to you to tell you about my favorite animal. يعني انا بكتب لك عشان اقول لك عن حيواني المفضل. وبعدين المين part الجزء الاساسي بكتب له عن الموضوع اللي انا عايزة اكلمه فيه. فاتكلمت هنا عن حيواني السيكة. وقلت المعلومات كلها اللي انا خدتها من الدرس. ان هو بيعيش في البحر. وان هو بيأكل الحشائش. وان هو وشه جميل. وبعد كده في النهاية باختم بجملة زي see you later, see you soon, bye for now, with my best wishes, hope you all the best. اي جملة فيها تمنياتي ديك بالخيل وان انا مستنيك وكده. وبعدين في النهاية بمضي اسمي اللي هو الاسم بتاع صاحب الايميل اللي هيبعته. اللي هو طارق. كده احنا خلصنا مع بعض lessons 5 and 6. عارفنا مع بعض معلومات عن حيوان الدجانج او السيكة وعارفنا مع بعض ازاي بنكتب الايميل البريد الالكتروني. استنوني بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنحن مع بعض اسئلة الدرس من كتاب المعاصر. ما تنساش لو الفيديو كان سهل وبسيط عليك وفهمك الدرس كويس تحط اللايك تحت الفيديو وتدعو بقى اصدقائكم عارفك واي حد تعرفه محتاج شرح مناهج لغة انجليزية بالمجان تماما انه يدخل ويشترك معانا على منارة العلم انجليش فور يو. With my best wishes, thank you and goodbye. اشتركوا في القناة